بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم أمين مرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قلوب عامرة مشاهدي القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية وقناة أون نستكمل ما بدأناه إن شاء الله مع حضرتكم في اللقاءات السابقة في ملف حماية الأطفال والمراهقين والشباب من الانحرافات الأخلاقية والسلوكية وضرورة تحقيق الوقاية والحماية ليهم منذ صغرهم لأن ده شيء مهم جدا نزرع ده في الصغر لأن التعليم والتوجيه في مرحلة الصغر زي ما بيقوله كان نقش على الحجر بمعنى إنه في المرحلة دي أي تعليم في مرحلة صغر بيثبت في نفس الصغير وبعد كده يبقى عادة دائمة ويسيرة عليه إن هو يقدر يعملها ويقوم بيها والحقيقة اليوم إحنا نتكلم عن أدب من الأداب الراقية جدا اللي أعلمها الشرع الشريف لأتباعي لما فيه الخير الكتير اللي بيعود بالنفع والفائدة سواء على الفرد أو على المجتمع أدب الاستئدام هذا الأدب بيعد الحقيقة من القيم الأخلاقية والاجتماعية المهمة اللي بتساهم في تعزيز احترام الخصوصيات اللي بتساهم في إن إحنا بنقدر بعض تقدير بين الأفراد عشان الاحترام وتقدير ظروف الناس يعني احترام كل فرد لظروف غيره وده شيء مهم جدا إن إحنا نزرعه في أطفالنا وهم صغيرين أدب الاستئدام والمقصود من الاستئدام هنا هو طلب الإذن والسماح بالدخول إلى مكان ما أو للقيام بعمل معين فبنعلم الطفل إن لكل إنسان خصوصي والخصوصية دي لازم إنها تصانق وإنه مش في أي وقت ينفيه هيدخل على أي حد فيزعجه بالزيارة أو بشيء ويحرجه أو إنه يقدر يستعمل ممتلكات الناس من غير استئذنهم أو ممتلكات أي إنسان دون أن يستئذنه لا ده لازم أعلمه إنه لما يدخل على الناس لازم يستئذن وإنه لما هيستعمل حاجة مش بتاعته حتى لو الأفراد الأسرة الوحدة عشان نزرع فيه المعين الحلوة دي إنه لازم يستئذن وبيلا شك إن تعليم أدب الاستئدام للأطفال منذ صغرهم بيساهم في تكوين شخصيات متزنة تقدر بعد كده على التعامل في الحياة ومع كل الناس إلا يعني بيحيطوا بيهم أو في دوائر العلاقات الإنسانية حواليهم يقدر يتعاملوا معهم بلياقة وبلباقة ومن غير افتعى المشكلات لإنك عودت ابنك أو عودت بنتك من الصغر على إن الاستئذان ده حق لمن تريد أن تذهب إليه أو تدخل عليه أو إنك تستعمل حاجة مش بتاعتك فبردو أعوده أدب الاستئذان أدب الاستئذان من السلوكيات اللي رب العالمين سبحانه وتعالى أمر به وده جاء في القرآن الكريم في سورة النور في قول المولى سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ففي هذه الآية الكريمة تعليم لأهل الإيمان أدب الاستئذان بصفة عامة وضرورة إنك تطلب الإذن قبل دخول بيوت الآخرين فده أدب مهم لكن للأسف إنه مش هقول بعض كثير من الناس يغفل عن هذا الأدب المهم ولكن خلونا في موضوعنا حماية الأطفال والنشء من الانحرافات السلوكية والأخلاقية فده هيخدنا في تعليم الأطفال إزاي وجه القرآن وجه الوحي الشريف إلى تعليم الأطفال أدب الاستئذان ورد في بيان هذا الأدب آيات مخصوصة وكأن يعني بيبقى فيه تدرق كده الأطفال هم صغيرين في أوقات معينة لازم يستأذنوا فيها وبعد كده لها قبل سن التكليف وبعد كده ما يبقوا مكلفين كيف يكون أدب الاستئذان فقال الله تعالى في سورة النور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمُ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُنُمَ مِنْكُمْ ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم طوفون عليكم بعضكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم في هاتين الآيتين الكريمتين يبين المولى سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين وجوب أن يطلب منهم اللي هم الخدم اللي معاك المعاونين اللي معاك في البيت الخدم بتوعك الأطفال اللي لسه لم يبلغوا سن الاحتلام والتكليف الشرعي إن فيه يطلبوا منهم الإذن في ثلاث أوقات هي ثلاث أوقات حريجة شوية أنت بتبتدي تدرب أطفالك الصغار اللي لم يبلغوا الحلم على إنهم يستأذنوا من قبل صلاة الصبح يعني آخر الليل وده وقت طبعاً يعني بيبقى استبدال ثياب النوم بثياب اليقضة وبالتالي لابد فيه من الاستئذان فبعلم الطفل الصغير إنه تخبط وتستأذن وكمان الوقت التاني اللي هو وقت الظهيرة حين تخلعون ثيابكم من أجل نوم القيلولة أو ده الوقت اللي الناس غالباً بتخش تريح فيه يستأذنوا برضو في هذا الوقت الأطفال الصغيرين اللي لم يبلغوا الحلم بعد والوقت التالت من بعد صلاة العشاء لإنه برضو وقت نومكم وخلع ثياب اليقضة ولبس ثياب النوم ودي ثلاث أوقات عورات لكم لا يدخلون فيها عليكم إلا بعد ما يستأذنوا منكم الأول وغير كده بقى من بقية الأوقات ما فيش لا جناح أو ليس عليكم حرج في دخولهم دون استئذان ولا حرج عليهم فيما عدا يعني هذه الأوقات لإنه طبعاً بيتعذر وبيصعب إنك تمنع الأطفال من الدخول في كل وقت إلا باستئذان ولكن ده في مرحلة قبل ما يبلغوا التكليف التلات أوقات دول بداية كده ليهم إني أوجيهم يستأذنوا فيها طب بلغوا سن التكليف الشرعي يجب عليهم الاستئذان في جميع الأوقات خلاص كبروا بدأوا يعقلوا الأمور ويفهموا أعود أولادي خلاص اللي كبروا سن إلى سن التكليف الشرعي إنه لازم يستأذنوا في جميع الأوقات كما هو الشأن في من هو طبعاً في دائرة التكليف كل ده داخل البيت الواحد يعني شوفوا قد إيه الأسرة لما بتبقى مدركة لهذه القيم الأخلاقية والآداب والأحكام التي يجب أن نتحلى بها ونلتزم بها وعلمها لولادي هم صغيرين أما دربوا الأول وهو لسه صغير قبل ما يبلغ سن التكليف الشرعي وبعد أما بيبلغ سن التكليف الشرعي فبتدرج معاه في تدريبه على التحلي بالآداب والأحكام الشرعية فبيبدأ تعليم طفل صغير قد بالاستئذان من هو لسه صغير كده بتبتدي توعيه توجهه بترشده من بدري مبكراً من قبل سن التكليف عشان إيه؟ دايماً بنقول وهم صغيرين عود على كل خير عشان يعتادوا على ده ويتعودوا على هذا الخلق الراقي زي ونستأنس في ذلك بما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام نحن نعلم الصلاة للأطفال في سن سبع سنوات نبدأ ذلك في سن سبع سنوات عشان يتعودوا من صغرهم على الالتزام بالصلاة والتحلي بهذه الأداب والأداب الشرعية والأحكام التي لابد أن تراعى في المعاملات فيتعود على ده إنه هو صغير ما تبقاش لا تشق عليه ما تبقاش صعب عليه بعد كده إذا صار مكلفاً فكذلك أدب الاستئدان بنبتدي ده ومن هم صغيرين جداً وبرضو يعين ولادنا على ده إنه بيجب على الوالدين إن إحنا نكون نموذج حي قدوة حية للطفل عن طريق القدوة الحسنة إزاي؟ يعني إن إحنا نستأذن على بعض نمارس الاستئزام في الحياة اليومية وهم يشوفون فيقتدوا ما يبقاش التوجيه إلى أدب الاستئزام بالأوامر والأردرات بس لا بالأمر المباشر كتعليم وتوجيه بلطف في نفس وقت الممارسة زي إيه؟ يعني على سبيل المثال يمكن للأب مثلاً إنه هو داخل على والدتهم يخبط عن عمد عشان يوريهم أو هو داخل على الأطفال نفسهم ولاده قبل الدخول يخبط كمان الأم تطلب إذن دخول غرفة الأب تعمداً قدامهم والولاد ودخولها كمان على الأولاد إنها تطلب إذن دخول تخبط كده لغاية ما تسمع إن الولاد بيقولوا لها تفضل يا مام وهكذا يعني السلوك اليسير ده والسهل البسيط ده إن أنا بمارس الأدب ده قدام أولادي ده بيغرس في نفس الطفل أهمية أدب الاستئدام وبيخلي أدب الاستئدام ده جزء من العادات اليومية بتاعته بالإضافة إلى كده يمكن للوالدين توجيه الأطفال بطرق لطيفة لطلب الإذن عند رغبتهم في استخدام مثلاً أشياء الآخرين أو الدخول إلى الغرف المغلقة زي برضو على سبيل المثال ينفع مثلاً للأم إنها تقول لما ترغب في تيجي الإبناء تقوله لما تحب أو ترغب إنك تخش الغرفة بتاعت أخوك تأكد من إنك لما طرقت الباب عليه إنه رد عليك يعني انتظر لغاية ما يقولك اتفضل يبقى أنا بزرع فيه إنه ما ينفعشي أفتح الباب وقوم داخل مرة واحدة لأ أنت لازم تخبط وتسمع أخوك لما يقولك اتفضل وعندما يتعلم الطفل الصغير أدب الاستئدام بيدرك إن الآخرين ليهم خصوصية يجب إن هو يحترم وده بيزرع فيه إنه بينشأ على إنه بيراعي مشاعر الآخرين وبيحفظ ليهم حدودهم وخصوصيتهم وبينشأ الطفل نشأ سوية بتراعي الحرمات وبتحترم الخصوصيات وفي نفس الوقت لا يخفى إنه في تعليم الأطفال والصغار أدب الاستئدام هذا الأدب الراقي إنه بيخلق بي أآمنة للطفل للطفل نفسه والأفراد أسرته جميعا وبيشعر الجميع بالراحة وعدم التعرض لأي نوع من الإزعاج الغير مرغوب فيه لما الولاد يدخلوا كده على أبوهم وأموهم دون استئزان في كل وقت هم عايزينه ربما حيخليهم يبقوا في مواقف حرجة مع أولادهم فأنا لما بعلمهم أدب الاستئزان بقولوا لا في خصوصية مش في كل وقت أنت ينفع تدخل بدون استئدام ده بالذات الأطفال حتى اللي لم يبلغوا الحلم وكم من مشاكل نفسية وعقا كانت بسبب عدم تفعيلنا وعدم التزامنا أو عدم التزام الكثيرين بأدب الاستئدام إنه يطلع الأطفال في الصن صغيرة على مناظر وعلى مواقف ما كان يجب إنه هم يشوفوها لإنه ده يزرع نوع من الخلل في نفوسهم فأنا بعلم الطفل وبيتعلم من خلال الاستئدام احترام الحدود ووضع قيود لسلوكه مش هو مطلوق كده يعمل اللي عايزه لا فيه أن عام القيود لتصرفاته وحركاته وسلوكه داخل البيت وبالتالي لما يبقى خارج البيت حيعزز عنده الانضباط الذاتي لديه وبيجعله يدرك جدا حدود الأفعال بتاعته وختاما أدب الاستئذان من السلوكيات المهمة جدا 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 اللي المفروض نغرسها في نفوس ولادنا لأطفال منذ الصغر عشان هو مش مجرد عادة بل دي وسيلة تعلم الأطفال أدب الاستئذان وإنهما يتخلقوا بي وسيلة ناجحة لبناء مجتمع قائم على الاحترام والتقدير ومراعاة خصوصيات الناس إني بعلمه إنه لي حدود وإنه فيه خصوصية لكل فرد فيمكن للأسرة من خلال تعليم هذا الأدب إنها تسهم في إعداد جيل واعي سوي ودي نقطة مهمة بنحتاج إن إحنا نأكد عليها بننشئ جيل واعي وسوي على قدر من المسئولية بقيم الآخرين وحقوق الآخرين وخصوصيات الآخرين وفي نفس الوقت احترام ظروف الآخرين وبنخلي الجيل ده قادر فعلا على التفاعل بإيجابية مع المجتمع في سلامة ويسر ونلقى حضرتكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل اللهم اجعل هذا البلد آمن وسائر بلادنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين آمين مرحبا بكل مشاهدينا الكرام هنستأذن حضراتكم بنتلع لفقرتنا المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة وبنتكر حضراتكم برواية بتاعتنا في القراءة برواية حفظ عن عاصم بقصر المنفصل فإلى الكتاب كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلا على طريقة التلقين وده بيجي من خلال إنه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيه القاعدة طفل معاك إنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة إن القرآن ميسر لذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين أهلا بمشاهدين الكرام في كتابنا كتاب قلوب عامرة إن شاء الله نصحح النهاردة سورة الإنسان فنستحضر المصاحف ونبدأ على بركة الله يلا يا شباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فاجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا 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 كفتحة كا بقلي مفتوحي من وشما كا كفورا كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلة وأعلالا وسعيرا كفورا يا لطيف يلا يا لانا بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حيرا في عندي إخفاء يا لانا الإنسان من أحكام النون برضو السكنة عندك والتنوينة النونة هين ولازم حيبقى عندي حرف اللي وراها حرفة من حروف الإخفاء يبقى الإنسان مش الإن أو معاملها غنى هل أتى على الإنسان حين من الدهر حين من الدهر لم يكن شيئا لا أنا مش هاقف على المين لم يكن شيئا لم يكن شيئا مذكورا بس يا لانا لم يكن شيئا مذكورا لم يكن شيئا مذكورا شيئا مذكورا شيئا مذكورا ليه؟ لأن أنا عندي هنا إضغام شيئا مذكورا جميل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشى برضو أنا عندي هنا في إضغام من نطفة أمشار نبت ليه فجعلناه سميعا بصيرا لبعملها سميعا ولا بعملها سميعا 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 بصوا علي في إقلاب عندي ويبقى في فرجة في الفم صغيرة لبعمل لبأفل الشفتين ولا بفتحهم على الآخر فرجة بسيطة سميعا سميعا بصيرا سميعا بصيرا أي عايزة تدريب برضو تانية لا يلا يا كاتكوتا يا ماري إنا هديناه السبيل إما شاقرا وإما كفورا مش كا واحد اسمه كمال بنقوله يا كمال ولي بنقوله يا كمال عشان كاف فتحة إيه؟ كاف فبفتح اسمها حتى الفتح لأنه بفتح الفم يمين وشمال فبيبقى اسمه إيه؟ كافورا ولا كافورا كافورا يلا تاني يا مريم إنا هديناه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كافورا 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 إنا أعتدنا للكافرين سلاسلة وأغلالا وأر الغين ما تخلينيه شنطة الهمزة أ أ أر أر لا لا يبقى عندي أ ولا آ أر لا أر لا قولي بس الكلمة دي أغلالا لا بتقولي آ هي آ آ افتحي بق كويس آ أيوة كده كمان افتحي بق كويس أغلالا 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 يلا يا أنس هل أتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا عجبتني أسلوبك لأنك ده استفهام تقرير يعني إحنا قبل ما ربنا يخلقنا كنا إيه عدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا فده سؤال ربنا بيذكرنا بنعم علينا إن إحنا كنا عدم وهو أوجدنا وخلقنا سبحانه وتعالى خلقنا من عدم ومن علينا بنعمة السمع ونعمة البصر اللي هما أدوات المعرفة اللي الإنسان بيستقي بيهم المعرفة تبتقرب بعنيك وبتسمع بودانك دي بتفهم بالعقل كل ده من نعم ربنا سبحانه وتعالى على الإنسان فإحساسي وأنا بقولي السؤال ده عجبني منك أو برافو عليك يلا يا آده إنا خلقنا إنا خلقنا الإنسان من نطفة غن يا شيخ آده من نطفة أمشاجة يا راجل أنا هاقف لو حتوقف حتوقف على ساكن وبعدين هي مش منصوبة دي مكسورة يبقى هقول إيه لو حقف من نطفة أمشاج لو حقف حوصلها الجيم عندي مكسورة ولا الجيم مفتوحة لتنوين مكسور وراك نون خلي بالك بقى أنا عايزة بس أقولك على حاجة إحنا فيه إضغام من نطفة أمشاج فلازم تن دي تبان ليه؟ لإني عندي همزة فالنون هنا بتبان النون المكسورة نطفة تن تبان قوي والتن دي أسمع صوتها ليه؟ لأن من أحكام النون الساكنة والتنوين ما ييجي وراها حرف من حروف الحلقية يبقى ده أظهرها أظهر النون وتبان يا آدم إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطِفَةٍ أَمْشَاجٍ نُطِفَةٍ أَمْشَاجٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ أَمْشَاجٍ لا اوصي أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَاجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يميل يلا يا سادن إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا كَفُورًا إِنَّا أَعْتَدِنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا أَحْسَنْتَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَعَلَى الصِّرَاطِ نُورًا وَإِلَى جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ قَائِدًا وَدَلِيلًا وَإِمَامًا أَمَا رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَآخِرُ دَعْوَانَا عن الحمد لله رب العالمين وصلاةً وسلامًا عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يا رب العالمين مرحباً بكل سيدة المشاهدين الكرام هناخد سؤال من أسئلة الصفحة الرسمية بتاعتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا بنستقبل عليها الأسئلة الخاصة بحضراتكم ومعانا سؤال توفيت أمي وكانت مقصرة جداً في أداء الصلاة المفروضة وهل ينفع أو يجوز أن أنا أصلي مع كل صلاة صلاة أخرى بنية يعني أنه بيقضي الصلاة عن أمي والسؤال ده متكرر على فكرة كثيراً بصيغ مختلفة لكن نذكر بأنه الصلاة وعماد الدين وركنه الأعظم هي أول ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة هي سر بين العبد وربه الصلاة هي من العبادات البدنية اللي أنت بتقوم بيها بنفسك ولأنها عبادة من العبادات البدنية لا تقبل النيابة فلا يجوز يعني إين نيابة؟ يعني ما ينفعش إنه حد ينوب عن شخص آخر في أداء هذه العبادة حتى لو كان ميتاً مقصراً في صلاة لكن أنا عايزة وهيب له ثواب الأعمال الصالحة اللي أنا بعملها ما فيش مشكلة يعني بدل من قضاء الصلاة ده يجوز للمسلم إنه يهدي ثواب الأعمال الصالحة اللي بيقوم بيها إلى المتوفة زي مثلاً في النوافل اللي بيقوم بيها في الصلاة الصداقات الدعاء له بالمغفرة وبالرحمة الإطعام ووهب السواب قراءة القرآن ووهب السواب كل ده من قبيل العمل الصالح المستحب إن الإنسان يعمله وقد يكون بلا شك لي أثر كبير جداً وعظيم على الميت بإذن الله تعالى طيب اللي عليه الفتوى إن النيابة في أداء الصلاة عن الحي أو الميت لا تجوز تاني يعني إن نيابة يعني ما ينفعش يكون واحد حي تعبان مثلاً ورقيد الفراش وبيقولك أم يا فلان ونبي صلي عني الصبح ولا أم صلي عني الدهر أنا تعبان مش قادر أصلي أو هو رقيد فعلاً في الفراش احتى بتصلي حتى لو بتحرك عنك بتصلي وإنت رائد على فراشك نسأل الله العافية للجميع الصلاة لا تسقط عن الإنسان وبالتالي لابد من القيام بها على الطاقة التي يستطيعها الإنسان حتى وإن كان راقداً على فراشك ما ينفعش يجي يقول لواحد أم صلي بدالي فرد الصبح ولا فرد الظهر ولا صلي بقى أنت بدالي أنا رقيد الفراش تعبان ما أقدرش إني أصلي وكذلك لا تجوز هذه النيابة إن أنا بأنيب إنسان يقوم يصلي عنه ما ينفعش ولا عن الحي ولا عن الميت لعموم قول المولى سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوداً الصلاة ركن الصلاة عبادة شخصية مؤقتة بوقت لا ينوب فيها عن المكلف أحد بيقوم بها على الهيئة التي يستطع سليموا صحيح فبيؤدي الصلاة بأركانها وشروطها كما هي واردة لا تعبان حصلوا مرض حصلوا شيء ما يخليوش يقف حصلوا شيء ما يخليه رائد على السرير ما بيتحركش كل ذلك لا يمنعهم من إنه يصلي بل يصلي على هيئته على الهيئة التي يستطيعه طيب حنيجي بقى لمسألة هبة ثواب الصلاة بمعنى إنه يصلي الإنسان لنفسه ما يشاء من النوافل فأنا تطوعت بنوافل كتير صليت ركعتين صليت أربع ركعات كما تشاء وبعد كده يدعو بمثل ثواب هذه الصلاة لغيره من الأموات فصلى مثلاً وبعدين يقول اللهم هب مثل ثواب الأربع ركعت دول روح أمي اللهم هب مثل ثواب الركعتين اللي صليتهم دول روح أبي لا مانع هذا جائز إن شاء الله وده بيعد من باب الدعاء للمتوف وهذا جائز بالإجماعي ما فيش فيه إشكالية بين الفقهاء والعلماء وينبغي عموماً إن إحنا نكثر من الدعاء للميت لأنه أحوج ما يكون إلى دعائنا المتوفى وأحوج ما يكون المتوفى إلى دعاء من يدعو له وإلى استغفار من يستغفر له وفضل الله تعالى واسع ربنا يغفر ويرحم ويتجاوز ويعفو ويتقبل ما تقوم به عن والدتك والله تعالى أعلى وأعلم نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى راجين داعين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك نصرا عزيزا نسألك فتحا مبينا نسألك عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات وقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان ولبنان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم